شرب المية الدافية أنها بتدوب الدهون ده فكرة خاطئة تماماً يعني أنا لو شربت مية دافية هي ما بتنزلش في جهاز الهضمي دافية دافية طبعاً هي بتاخد درجة حرارة الجسم ففي ناس معتقدين هم يشربوا مشروبات دافية بتدوب الدهن تمام؟ طب ما لو وقفت قدام البوتاجاز والفرن مش هتدوب برده لا هي الدهون دي اللي موجودة تحت جدار البطن دي بتبقى محبوسة جوه الخلايا يعني جوه خلايا دهنية مش موجودة سايحة كده يعني مش هنقض جنب الشوافة هتدوب حل الوحيد أن أنا أقوي عضلات البطن بالرياضة وتمرينات التنفس لا بس تسيح الدهون بقى ده في ناس تدخل ثونا في ناس بتحط كياس كده الثونا مش عارفة إيه حزام مش عارفة عمل كل ده هيطلع مية من جسمك مش أكتر من كده يعني الخلية بالخلية دي منتفخة قد كده احنا عرقنا كتير طلعنا مية من جسمنا حصل لنا حالة جفاف فالخلية إيه انكمشت فيجيب يسلك محيط الخسر قبل جلسة السونا السونا أو الواتر السونا أو الكلام ده وبعد الجلسة تلاقي نقصة 2-3 سنتي هي نقصة 2-3 سنتي ليه إن الخلية كشت وبعد شوية هترجحهم تاني فالسونا أو الحاجات دي قاعدة صحية كويسة ممكن لكن ما بتنزلش دهون بتنزل مية بس الحاجة الوحيدة اللي هتنزل الدهون دي إن أنا أعمل تقوية تمرينات لعضلات البطن تمرينات تنفس ورياضة مع الانتظام في الرياضة فبقوّل عضلة وبحرق كمية من الدهون